أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد ريدا حمدان عمري 14 سنة أدرس بالتعليم العتيق إمام الغزالين المستوى السادس ابتدائي وأنا حالياً كان صلي بالناس صلاة تروح في مسجد بيلا ديس كنحفظ القرآن كان في عمري 8 سنة ختمت وكان في عمري 11 سنة ومن بعد ديس كنت عن نوقع بعد تجويد من أب ديالي والعم ديالي وبعض الأساس إذا الحمد لله بفضل الله ديك شي كان كي جي نساء تجويد كان الحمد لله سأل أولاً كان أقتدي بالأب ديالي وثانياً نقتدي بالأعمال ديالي للكم من أئمة ما شاء الله وبعد القراءة المغاربة ما شاء أول مرة ديالي عني فد صليت بالنس وهاد لعن باقيكم صليت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ لَا إِلَيْهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بعد ما كنا صلي التراويح في انسالي الصلاة كي جوا عندي الناس كي يفرحوا بي ويقولوا لي تبارك الله عليك ما شاء الله كمّل في المسيرة ومسيرة موفقة شاركت في عدة مصابقات ومصابقات المحلية وجيت أنا اللولين وكان حين مشارك في مصابقات العالمية ذات محمد الساد قطرحوا لي الوالدين ديالي أني نصلي بالناس وصجعوني وبدت كنصلي لما كان حتى اعتراض الحمد لله دبا حالين كصلي بالناس الحمد لله لأم ديال الأب ديالي كي سجعوني في المسيرة دي للقرآنية المهند الأب ديالي وإمامه في مسجد بلال اللي الآن نكنو بعليه وكنصلي تراويح كنتمنا نكون من الأئيم الكبار وأنني نصلي بملكنا محمد السادس نصر الله نصيح هذه الأطفال لأنهم يحفظوا القرآن ويتبعوا المسيرة القرآني إن شاء الله موفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب الأرش العظيم صدق الله العظيم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر